سوف نشرح لكم ما هو واقع ولو لا تقول هذا الناس سوف يسمعوني الكلام سوف أعطوني دقيقة واحدة نشرح لكم هذا الناس أنا لابس هذا اللباس وما قال لك انت تسرق هنا ما تخربك باق شريط ربع روينا مضت كنا سوف نسمع المعطيات في هذه القصة وماذا يقع على هذه السيدة وماذا هو المضمون في هذه القصة؟ أول حاجة كنا نريد أن نشكر لعائلة الكريمة دي القصة المغربية واقعية جوج أزيد من 601 اللي بارك لي والله فرحت بزاف شكرا لكم بزاف وليوم سنبدأ إن شاء الله القصة الجديدة دياله السيد هذا اللي سنحكيها بصوتي معكم الراوم هدي ولكن انت أول مرة ستسمعني خلي معك واحد لايك اشترك بالقناة وعطينا رأيك في هذه القصة هدي إلا كنت أضل هذا كتبلك هذه الصورة وعندك واحد من هذه المشاكل اللي كتعاني منها مالك إلا تواصل معنا عبر رقم الواتساب دابا نبقاوا مع القصة سيادنا السلام عليكم معكم عبدالصامد هادش اللي وقع عليا وهاد البلان هاد اللي وقع عليا فاش تنتفكروا ما كان عارفوش نضحك لموقف ولا نضحك للنتيجة دي لادش هذا اللي وقعه كان بارك لكم أول حاجة رمضان مبارك سعيد ونتمنى القصة ديالي تفيق شي ناس وتفيق شي قلوب بعد مرات تتحطنا الدنيا مع شي ناس ميستاهلوش والله ميستاهلو بالله كتكون غادي بنيتك وعندك واحد الهدف في هذه العلاقة وأنك تكون واحد الأسرة وأنك عايش تجارب اللي ما بغيتش تعاود تعيشهم وكتبقى تقلب غير الاستقرار ولكن كتتفاجأ ماذا سوء اختيار ديالك وماذا غالط درتي قبل ما تعرف هذه الإنسانة وماذا أنت درتي شي حاجة هي اللي سبب في هذا الشي اللي درت هذه المرأة والله هي ما عرفت أنا قدي نحكي لكم القصة ديالي بالضيطي ديالها ونخلي لكم واسع النظر عبد السامات كمل قرأته باللي أعطاه الله كانت الوضعية شوية قاسحة عند الوالد والوالدة وأنا يام في الصيف دي ما كنت كنخدم ما خليت فين خدمت والريال اللي جمعت هو باش كنقرأ العمل اللي مورعه حيث الوالد ديالي كان مقعد والوالدة كانت كتخدم غير في الديور وما تقدرش مسكينات وفار ليركتوبها ولا أي حاجة كنت كندير اللي بجادي باش أنني نجمع ذاك الريال الاخوه ندبر على خدمة ونستقر ونتزوج من روح هذا اللي حبيت في حياتي ولكن للأسف هذه السيدة فضلت الفلوس على الحب حيث أنا كنت ضعيف وغدا تطول معي بزاف منحقا منحقارا ماشي بالضرورة أنها تبغيني غدا تصبر على الكرفية وتصبر على بزاف ديال الأمور اللي ما غدا تسمح ليها تهيئ عند مستقبال وتهيئ عند رغبات كانت هذه الفكرة ديالي دوزنات قريبا سبع سنوات ديال الحب والعطاء ولكن أنا كبرت هي كبرت تلقينا قتلي شوف عبد الصمد ما كان من خبيع لك دارنا رفعوا لي يا راسي أنا غدا وكان كبر اللي جات الردو راما عرفت ما غير نقول لهم وسمح لي بزاف راه تطول عندك هذا الشيء هذا صراحة أنا تصدمته بقيت كان بكي وتنقول لها زيدني غير غير شي عام ما شيتان بكي بالمعنى ديال كان شهق دمعه هبطات هذيك الدمعه ديال الحصره هبطات حيث كان بناتنا واحد الحب زوين 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 بزاف قلت لي أعطيني غير فرصة الله جزك باخير زيدنا هاي عام ولا دي ندبر على راسي لاني بقنا نخدم شي خدمة مستقرة ونعيشوا باخير قلت لي يا مكين من زيدك اللي عطيته لك راديج عطيته لك سبع سنين وانا كانت سنة شفنا تعينا وتفارقنا وقلت له الله يصخر ومشت مورها قاعدك الألم حولتها الطاقة وقلت نخدم على راسي ومندير شي علاقات نكون واقف على الرجلية فعلا داك شي لوقع هي مشات جوجات وداء واحد السيد خويتها من بالي وكملت الموصق بالي وكملت تطبيق لذلك الأفكار اللي أنا اليومينا هداك نشكر على السيدة والليلة نشكرها كما هداك الموقف ما عارفت كيف كنت غادي نعيش معها ما عارفتش مورما هي تفارقت معي مشيت هنا يا عدمز تحمست واللي تبغي نوصلش حواج زايدين بزاف خرجت من لافك ومشيت ديبلوم درت تقريبا واحد ثلاثة ديبلومات ديبلومات مهمين بزاف بقيت تواصل مع ناس قلب هنا قلب هنا تجاب لي الله وخدمت في شركة ديال الضو هذه الشركة ديال الضو تخلصهم جيد تدريلك الوريقات ديالك ودخلت أنا بواحد المستوى جد متقدم بدأت بواحد صالير ديال تقريبا ستلاف وثلاثة ديال فيها لي بريم فيها كل شي فيها قاعدك شي اللي داخلت ما الحمد لله هنا اعطيت واحد تقريبا واحد العامين الموالين الدار تنطلب فيهم تنقضلهم الأمور ديالهم تنوجد دار ديالي ونوجد الأمور ديالي فين غادي نعيش أنا والزوجة ديالي كنت كنشوف باش أنني نجيبها تسكن مع الواليد والواليدة بحكم أن أخويا واحد اللي كان كان فطاليا والواليد والواليدة عايشين غير بواحدهم قلت نجيب لا قلت لا حبس نمشين ساقر أنا ومرتين عايش أنا وياه باخير ودار نارا ما يخص مواله بعد الواليد قبل ما يتقاعد قبل ما يقلس الأرض قرر أنه الفلوس اللي يجمع دار بهم دويرة استربيع الواليدة واسترنا بها الحمد لله يارى أنك سيدين بعد ما خدمت وقديت داري وقديت الأمور وقلت دا بجت الفرصة باش أنني نتعرف على شي بنت الناس مو دا هادي من آخر حب ما هدرت مع شي وحدة ما تعرفت على شي وحدة ولكن كيفاش أنا ما كنتش كنجمع مع البنات ما كان عارفش نظر مع البنات البنت الوحيدة اللي كانت كتعرفني مشاهد جوجات ودبرت على راسها نجل الوقت باش أنني ندبر على راسي في الدار اللي كنا ساكنين فيها مع الواليد والواليدة كانت واحد البنت في الحومة يعني كنت شتى بزاف دي المرات قاحت لي في بالي وإحنا رجال بعض مرات ما كي وقع في شي مشكلة ولا تتفارق مع شي بنت كي بغيها كي يجي صعيب 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 بزاف أنه يتعرف على شي بنت خرا تبدأ يقل بغيها هذو كل قرب لي اللي فايت لي شايفها اللي فايت لي سلم عليها يعني كي يبالي بحل غا تجيه سهلة أنه يضر معها ليس شي واحدة جديدة حيث يبقى بك تخوف ديل أنه تقمعه ما غا تبغيش يبقى يضر لي في راسه أرى أن كاسيدي قمت بتطرد كثيرا على دار الوالدة أملا أنني انتلقى هذه البنت جاء اليوم الموعود لأنني اشتها ومشيت لديها قصدها ولم أريد أن أظر معي حيث الدرب رأيكم عارفين ماذا كان قلت لي أريد أن تكون شيئا معقولة قلت لي سير عند الدبا لا أريد أن أظر معي لا أريد أن يكون شيئا معقولة قلت لي قلت لي هذا الدبا قلت لي لم أعطيتني لمرة قلت لي قلت لي في الدرب مرة نجي عند الوالدة نقلب عليها نخرج نتبعها قلت لحد من النهار جاءت عيني في عينيها تلاقي تناويها شيرت لي بيديها بحل قلت لي تبعني سيادي بقيت تابعها تابعها هي دارت مننا هي دخلت من الدرب هي خرجت الشانطة تابعدنا شيئا على البلاصة في نساكنا وقدرنا أننا نهضروا نويها السلام بحل قلت عليك ماذا عندي صحيحة وقدرنا معقول ما أعلم معقول أنا أسمعك قلت لي بنت الناس أقلت أن أرى وكثلت على أن نذهب وقدرنا 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 في الدرب و لكن لم أعرف ما أعرف أنني أضع من هنا وقدرنا أعرف أخطات قال لي أننا أعرف 6 سنين لن كنت أخيرا ما بالتأكيد معلومات سأقوم بإعادة الأمين وإنك كانت معينة لعنك بشيئ ما لن أحبب أبك أول شيء بعدها أعطيني نمري ونظرنا وعن لن يجب أن أورك لنتمت نمري ونظرنا ونظرنا وقالIII قلت لي انا منين و هي منين و دارهم و قلت لي انا و قلت لهذا الدار الذي كنت فيها و صورتها و صورتها و عجبها الحال و قلت لي انا مشكلة مرحبا انا سولتها و قلت لي بنت الناس و قل لي ايش حاليا عندك شي تجريبة في حياتك و ايش تجريبة قلت لي هو كانت عندي تجريبة و أنا انا على الله و اخرج بكري من المدرسة و انا نرغي اثناء في هدار قلت لي ، فكش هس من المدرسة بصنكيب قلت لي ، انظروا كمي قليل نبقى انا نبقى 22 فنحضر واحد و من بعد ان شاء الله سأصل لداركم قلت لي ، قلت لي ، انا اتصورتها و انا احتفلتها اولادها قلت لي ، و انا مع المنشتها و انا نتلقيت ماها قلت لها يا أخي كيف يسأل الوالدة مع امرك الشياء و انا كنجي مرة مرة لنا و كنشوفها و انت ماشي تقديت و قلت لي انا ما كنقش حاض يا عباد الله انا الجيران القدام اللي كنعرفه منه و من اللي كنعرفه اذا كانت تعجت سكنات جديدة اولادي انا ماشي شغلي قلت لها راني ناول معقول الوالدة و بغيت نزيد نعرف علاشي معلومات قلت لي يا أخي شافتها في تصويرها صولت الجيران العيالات و كذا ما صورت تشيهات قلت لي يا أولي راما رادي البنت هذي ما عندي لها تشي معلومات تشي ناس هنه ما عندهم شي معلومات على هذي الناس اصلا هذو رايل الله سكنوهن اي شي شي مودة هذي قلت لها او اخي ما كانت مشكلة بقيت كانت لقاناو هذيك السيدة و كنحاول كل مرة نعرف الماضي ديالها كانت اهم النقطة عندي هي نعرف الماضي ديالها و شكون هذي السيدة هذي حيث ما بغيت ما بغيت نتقول ب ما بغيت نترى لي شي بلان لي غادي عصبني في مصق بالان يورا انك السيدة ايت ما نقلب سول هنا سول هنا سول هنا بحت هنا تبعها دير ليها بيج والو ما كان خرج بتشي تشي فائدة السيدة كانت مقرصة و حافظة صوارها و صعيب انك تديرها بها صعيب ايو ايها ديك السيدة ضربت معاو واحد العام بدون مشاكين كانت لاقاو تانخرجو السيدة ما تطلب لك ولو ريال ما كترضاش تخلص عليها و هززنا في الاسم و عطي الرسال واحد القيمة ما نكدبش عليكم واحد القيمة ما بعدها قيمة جال يوم الموعود اللي غادي ماشي نخطبه هزيت الوالد والوالدة و درنفيا و حيت كانوا غير حدانا ايها ديك ماشينا عندهم السلام و عليكم طالبي الراغبين مرحبا فاش خدام فين ساتس كل يا بنتي فين كده و كي تشرطو هادي و عندها ثلاثة الخواتات تبارك الله ثلاثة دي الخواتات و حدا فيهم و نقابة ايها ورانا كسيدي ترون كيل تزوجنا اه درنا العراسية فرحنا شطحنا مرحنا مع راسنا جبت السيدة للدار السيدة بقى بنته و الحمد لله لا يوجد شيء مشكل بدنا الحياة الزوجية و لم يكن قرام المشكل نضربنا تقريبا واحد العام دي الحياة الزوجية مرحق ضحق و الناشاط و يأتي عند نظارهم و نمشي عندهم و كانت تجي عندها خطاء و ديك المنقابة كان يأتي عندها بزاف و ضحوكيات و عايشين واحد الجوع يلي زوين فتا ذاك العام و كان قرب يأتي العيد الكبير ارى انك سيدي السيدة او تخرج انا اخرج مع اخواتي ارى كي عجبوني ذاك الاجواء دي الحاولي و ارى جاو عندي اخواتي اهلو عبد السامد ارى جاو عندي اخواتي ربنا نخرج و نشوفوا الحوالة و ذاك شيء مرحا تكون تماما و اخا ارى انك سيدي ارى غا خصنا نمشي و احنا نخرجه او تخرج بزاف ارى ان نقدم مع الوالدة ارى ان نعيده مع الوالدة ارى ان السيدة او تخرج بزاف فات هذا العيد فات كل شيء مكينش مشكلة واحد من نهارة سيدي كانت هي عند دارهم اقلت مع امها و اخواتتها و ذاك شيء انا جيت من الخدمة و في خباري يعني قبلت من وصل الدار كانت في خباري ارى ان ندوش حلية الماريو بشان قد حوا يجي و ذاك شيء تلقى عندها اه ذاك اللبسات ديالنقاب مرتين ما منقبها اوالوية الدره ما ديرها ما منقبها اوالو هذك النقاب ديالقطاء راجلها اللي فارضوا عليها يعني فارض عليها النقاب و تخليها تخرج مع اخواتتها و ذاك شيء و لكن بالنقاب تخرج بالنقاب و تدخول بالنقاب ورنك السيدك اللقاء عندها أنا قلت شغي دير النقاب دي الختائك ما مخليها لها شي واحد عندي جاتني غريبة مرت مديرة الدرة ونقاب عندها وتكون نساته عندها وش نزع ما جابت له يعني بقيت نصور رصيد السؤالات ختاجت عندها وتوسخ لها النقاب ولكن إلا توسخ لها النقاب باش غتمشي وش كي دير هذا هنا يا يعني بزاب دي التساؤلات لما رقيت اليوم إجابة أنا ذك السيدة بحكم أنني قبل ما نتجوش بها تستيتها شخص من مرة ولقيتها حافظة صورها قلت أكيد غضي نقول لاش كي دير هنا غضي قليشي تخريجها وصبارة معلمت نشوف كي دير هذا النقاب دي في المريو ودباية طاوية بواحد طريقة اللي تخالف لي مع واحد اسمي توقميس ديالي أنا كل اللبسه تخالف لي معه وديرها في العلاقات مع سراولي وطاوية بواحد طريقة باش ميبينش أنا جبتو على أعلانيتي جبتو بحلقة كي بلية لباس ديال النقاب طاحت هذيك العيبة اللي كنقبوا بها ولباس ديال النقاب خاشيها وسط سراولي في المريو يعني في العلاقات وسط سراولي ورديتوا البلاس وكيف كان ما كانش مشكل وبقيت كان نشوف التابعات ديال النقاب كي دير عندي هذا هنا مره 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 تنسو المدام واشتبا اختك من القبا كذا رجل هاللي كتبتو تعود لي يا رجل هاللي عمارها دار غيره هو أفرض على النقاب وهو بولحيا ومشيش بولحيا متشديد وتقول لدخلي بالنقاب وتخرجي بالنقاب وكذا وكذا وانتيب يعني في عمليك تجي عند كناية زعم شنو فايتها جاد لك شي شي نقاب خلت قلت يا ما كانت الأسئلة وكذا حسيت باب حلا بدأت تعيق قلت زقا معلم زقا السيدة غدت تعيق وغاناولو فيما هي مالونوها ايو واحد النهار سمرت عليها خارجة بالنقاب نحن في العمارة كلها ما سكنا معنا نحن في العمارة وكتب لي لبسة النقاب وخارجة وبقيت تابعات دوزمن هنا دوزمن هنا قلت تقريبا شي عشرة دقائق قوية كانت تمشى حتى طلعت لواحد العمارة دائرين بحل ديوننا بحل العمارة فين ساكن انايا دخلت وطلعت مع واحد العمارة دابا هنا انايا نحن نتأكد شنو كانت تدير تماما دوقوني نحن نتأكد ما كانت تدير تماما لم تكن من دخل العمارة حتى كان هذا الكنسيرج في الباب ديون العمارة وقد دخلت بسلمات ودخلات ولم نتأكد عليكم لم أعرف كنت ندير ندخل هنا لديك العمارة قلت المرة جاية سأأتي معي هذا النقاب الذي كانت دائرة تماما مخبئة قلت ورا هي وقال هو هذا لابسة لنشري واحد لنشري شريت واحد ولبست واحد نهار وسمرت عليها لم يكن لم يكن لم يكن لديك النقاب وبقت تابعة دخلت لذيك العمارة دازت دازت تقريبا غير هي دخلت طلعت تنيت واحد الخمسة ديال دقايق تقريبا وتميت داخل تماما دخلت أنا بدك النقاب قلت لأخير سأل عماليكم هلا كنت نعوج عليه ودخلت أنا مع العمارة ودخلت مع الدروش دخلت مع الدروش لنفرع وندخل عليهم ونرى ما هي واقعة أم لأنني لم أكن أعرف ماذا في العمارة وعائلتها ولم تنبس النقاب ولم تنبس النقاب أنا في الدروش هو العساس تبعني ماذا تقريبا ماذا تريد أم أخبر صوت عقبية ماذا تقريبا ماذا تقريبا عقبية أنا لا أعرف نقوم بصوت كيف العيالات هناك جوج الرجال في الدروش يقولون ما أريد يفعل ماذا تريد هنا يطبق أو أرحم لكم ويخبر إعطوا البوليس هذا روينا أو يجزئ لكم بزيد إطبق مع الدروش والخبر يجب لا أعطوني يا دقيقة أجي 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 وطلع لابس النقاب ونقوم بإستخدام أجي 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 أصبحت أن ترى الجنة والناس أجي 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 أرجي أجي سمت كانت إن يوص أجي مال جميع مال تطلب وكيل المالي كذا لأخذوا امر لأدخلوا للك العمارة بدأوا يدقوا ويدقوا 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 وقالوا لا تريد أن يقول يجب أن ترى علينا رمسك امتشي هنا اخبرت لي وصوله هذا هو وصوله عربي الله من أحدا مرهة منقابة قال لي ايه عنده صح من أحدا مرهة منقابة وعودت بقيني هو حيث هذه المرهة كانت دائما تأتي لنا من حال هذا وانا اعرفها ولكنه وراء لم تدخلتني غريبة كيفية وخمسة دقيق مراعا وطلعت نجاب لي الله بحلت ارجعت بالزمن اللور وكل شيء ما شئ هاي يجب ان اخبرتك هذا ما قد تركني الشك وتبعته قسم بالله تمرتك هنا تما قال لك يا سيديني إحنا سوف نفرعوا الباب ودخله فعلا فعلا ذلك اللي وقع فرعوا الباب تدخله تلقاههم تما يعني يقالسين ضاربين الطم والقيت مع هذه الخينا تما يا سيديني ما أدخل هنا؟ أيها الأمور أتじم تجمع كل شيء أنا متابعة إلى الناس وقائدوني وتعدوني اه مرتين مع ذاك خينا في دار سدين عليهم بجوج وانا ما في خباريش وانا ما كان عرفش ذاك خينا وهي يعني نبقات كتبكي وقات لهم لا هذا غير خويا شقيقي من مؤتش من شقيقي ولا أمويا ولا شاة هذا اللعبة هذا شاة تخربق هذا وفعلا تصاب لأن ذاك خيتي اه هادك صاحبها وهات صاحبها يعني كان مشى الخارج وريفولا وهو جولنا وكانوا مفارقين وعود اشتقت لي وكانوا تيوجدوا باش أنا أطلق مني وكانت يقول لها آجي غير قلسي معايا وغلقوا حلات الشي هذا وكتبا غا جين طلقوا وصير الله يسهل عليك مارك صير الله يسهل عليك مارك هذا ما كان وكانت ديق ستي وكان شكركم بزاف 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 على الاستماع